أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من القرآن دراسة وتحليل قناة الحياة اتنولت في برامجها المختلفة الإسراء يعني أو سورة الإسراء لكن النهاردة هنتكلم عن الآية الأولى في سورة الإسراء من منظور آخر غير البرامج اللي تعملت قبل كده في رأي بيقول أن الآية الأولى هي آية مقحمة على سورة الإسراء ورأي تاني بيقول لا هي آية أصلية في سورة الإسراء النهاردة سعد جدا أن معانا الأخ محمد أهلا بيك أخ محمد ومعانا الأخ مالك برضو أهلا وسهلا بيك أخ مالك أي رأيك أخ مالك في رأيين رأي بيقول أن الآية الأولى في سورة الإسراء هي آية مقحمة صحيح بعض المستشرقين وأعتقد منهم لا أذكر بدقة ورأي أعتقد منهم ويري قال أيضا ومجمع أخرى من المستشرقين لا أذكر أسمهم قال بعض المستشرقين أن هذه الآية ليست أصلية من الخرآن وأنا بدوري لا يعني أميل إلى هذه النظرية لا أقول بأنني أنا معها بالمطلق ولكن أنا أميل إليها بعض الشيء تميل إلى أي نظرية بأن هذا النص الآية الأولى في سورة إسراء هي آية مقحمة مقحمة لم تكتب في حياة محمد ولكن كتبت لاحقا لشرعانة قصة المسجد الأقصى مبرراتي اللي أنا قرأت آراء المستشرقين وأنا أتبنى بكل أحوال جزئيا حتى يثبت العكس الحديث يتحدث صحيح أن الله يتحدث عن عبد أسر به ليلا فالمفسرون المسلمون افترضون أن الإسراء هي عملية تتعلق في الصعود إلى السماء ولكن في أخبار أخرى في القرآن نحن نعلم أن محمدا قال له القرآن أني لو سطعت أن سلما ترقي إلى السماء فالقرآن نفسه قال لمحمد في أحد الأماكن بأن أنت يا محمد ما لا قادر تصعد إلى السماء فإذن وضعنا على أني النقطة الأولى من الشروحات المسلمين تضع الآية في إشكالية أن لو الحديث كان عن إسراء السماوي فإذن هنا في أماكن أخرى محمد غير قادر على إسراء ولكن هذه النقطة ممكن شخصية تجاوزة كلمة إسراء لا تعني بضرورة الصعود إلى السماء نحن لا نعرف إذا كانت ولكن النقطة التي يجعلني أكثر أتمسك قول الآية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فكرة وجود مسجد ما كان للعبادة والصلاة إذن يتحدث على أني في مكة هذا المسجد حرام هو مسجد للعبادة والصلاة ولكن الآية هذه باتفاق المفسرين هي آية مكية مبكرة وكان المسلمون ليسوا بالعدد الكبير فأنا لهم أن يكون لهم مسجدا يصلون فيه أو في حال إذا كانوا يقصد به الحرام المكي أو مكة أو الكعبة وما حولها فكانت تلك الفترة هذا مكان خاص بالإصنام وخاص بالوثني فحال الله يعطي بركة أو يعطي إشارة إيجابية بحق مكان يصلوا فيه والسنين وكان مكانا والسنين حتى ذلك الحين ثم يتكمل مع الموضوع الذي يزيد أمور الشكوك كلمة المسجد الأقصى إذا كان القصد المسجد الأقصى كما يقول المفسرون هو المكان الذي يوجد في القدس فنحن نعلم بكل الأحوال أنه أنا ذلك لم يكن سمة مسجد وحتى كان الهيكل كان مدمر لا يوجد أي مركز لا عبادة إسلامية ولا يوجد مسلمون في الأرض المقدسة ولا يوجد أيضا أي عبادة إضافة لذلك لو افترضنا بين المسجد الأقصى ربما مكان آخر ربما في المدينة ربما البعض يقولون في الجارانة أو في أي مكان آخر ولكن كان المسلمون حجب أقل من أن يعتبر قادرين على بناء مساجد فأنا لهم أن يبنوا مسجدا في أي مكان خارج مكة ما هم في مكة غير قادرون على الحصول على مسجد فكيف لهم أن يبنوا مسجدا خارج مكة فإشكالية أن يكون من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ربما كانت ضيفة في الفترة التي تنفي بناء المسجد الأقصى أيام عبد الملك بن مروان يبقى أنت أخ مالك بتعتبر أن الآية دي مقحمة بالأسباب الآتية المسجد الحرام المسجد الأقصى المسجد الحرام كان فين وحوالي إزاي الآية دي مكية وإزاي الأصنام حواليها في المنطقة دهيت لو هم بيقولوا على الكعبة والحتة دي فإزاي الله يبارك مكان في الكعبة تاني حاجة أن المسجد الأقصى توجد بعد كده والذي يزيد طبعا الأمر الأخير النقل إنه كان حديث عن شخص غائب اسمه عبدي مفاجأة نجد الكلام يتحدث وقتين عن موسى الكتاب ويتاب الحديث عن الأنبياء الآخرين عن موسى الكتاب ثم موضوع نوح فإذا نلاحظ أنه يوجد نقلة في حاله كان حديث عن محمد كما تفترض لأيه فيوجد نقلة مفاجأة من شخص مسجد الأقصى ومسجد الحرام ثم مفاجأة نعود إلى الماضي هذه النقلة بيخلينا نضع احتمال إن هذا النص عليها علامة استفهام وربما أقهم لاحقا لتأكيد شرائط جعل هذا المكان المسجد الأقصى ومسجدا إسلاميا طيب أنا بشكرك جدا أخي مالك أخي محمد دلوقتي الأخ مالك متبني الفكرة متبني لسه يعني متبني لغاية لما تظهر حاجة جديدة إن فكرة الآية الأولى هي آية مقحمة على صورة الإسراء رأي حضرتك إيه؟ نعم هو زي ما تفضل الأخ مالك على أن هذه الآية قد أضيفت لاحقا في ما بعد عبد الملك بن مروان للسبب الأساسي اللي هو المسجد الأقصى وطبعا مش هو بس اللي هو يتبنى هذا الموضوع وكما ذكر إنه بعض المستشريقين مثل مثلا عندنا الوايل اللي هو غوستوب وايل وعندنا كاليش مثلا عندنا أوليخ كارل هانس كوليخ عندنا الصديق اللي هو الباحث غالي إدوار ماري غالي فهؤلاء كلهم أعطوا نفس التبريرات على أساس أنه هذه الآية قد أقحمت لاحقا لكن في عندنا المستشريق المشهور اللي هو تيودور نولدكا تيودور نولدكا في كتابه اللي هو تاريخ القرآن هو كان أكثر حضر من هذا الموضوع لماذا؟ لأنه الفردية أنه المسجد الأقصى هي دي العلامة على أنها قد أضيفت لاحقا أنه ليست بالمعيار الجيد لأنه كلمة مسجد ليس لازم تكون مبنى فممكن يكون مصلى مكان يسجد فيه ويصلى فيه وخصوصا أن المسلمين بيعتبروا أن الأرض طهورة والأرض مسجدا نعم وهو الفردية بتاعته أو النظرية بتاعته أنه ممكن هذه الآيات خصوصا الآية الأولى هي ممكن يكون قد سقط منها جزء ولماذا هو فرض هذه الفردية؟ نظرا لو نظرنا إلى الصورة كلها عندنا الصورة كلها دايما في خاتمة أو في نهاية كل آية بنلاقي في تنوين في ألف فنشوف مثلا وكيلا شكورا إلى آخره دايما في تنوين إلا الآية الأولى الآية الأولى ما فيهاش هذه الخاصية وعلى هذا الأساس قد تكون قد أضيفت لاحقا وأنا مع الأستاذ حامد عبدالصمد في صندوق الإسلام حكينا عن هذا الموضوع بس يعني كانت الفترة يعني مش كافية لحتى نعكي عن الموضوع كله من كل الجوانب يعني نولدكا بيقول إنها الآية دي مش مقحمة بل سقط منها جزء يعني هو كان حزف في موضوع مقحم ولا مش مقحم لا هو سقط منها جزء كأنه يعني زي المنسخ حرفه كده نعم هو طبعا في بعض الإشارات حتى من الموروط الإسلامي تقول إنه القرآن الذي بين أيدينا هو قد سقط منه بعض الأجزاء نعرف في موضوع صورة الأحزاب إنها كانت تضاهي في عدد الآيات لصورة البقرة وصورة الأحزاب هي طبعا 73 آية بينما صورة البقرة 286 آية فبالتالي الفرق فوق الـ 200 آية لا نعرف عنه شيئا إلا آية الرجم هي اللي بنعرفها بس كذلك أنه الخاصية اللي قال عليها الأخ مالك أنه تتحدث الآيات الباقية يعني من الآية رقم 2 عن موسى وبعضين عن بني إسرائيل حتى بالنسبة النوح فهو بيقول لك درية من نوح على أساس أنه يتحدث عن بني إسرائيل وحتى الصورة نفسها كانت اسمها صورة بني إسرائيل لهذا السبب أنا عندي نظرية أيوة دي اللي أنا عايزة أسألك فيها نظرية بالنسبة للآية أنها ليست مقحمة وأنها هي أصلية لكن محتاجة شرح أكثر لحتى نبين إزاي هذه الآية تتماشى مع الصياق يعني حضرتك بتتبنى أن الآية أصلية في الصورة نعم مبرراتك نعم من بين المبررات أولا بالنسبة وأنا أميل لفرضية نولديكا أنها أصلية بس ممكن يكون قد سقطت منها بعض الأجزاء النقطة الأولى أن الأجزاء اللي ممكن تكون قد سقطت حتى تتماشى مع الآخر الآية التنوين فمثلا أنا بضيف كسبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليكون للعالمين نذيرة دي إضافة أنت نعم ليكون للعالمين نذيرة على أساس تمشي مع الصياق مع التنوين كذلك الجزء الثاني من الآية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا عندنا هنا فرضية تنية يَإِمَّا إِنَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَإِمَّا إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا فعندنا حالتين هذه فرضية فقط وليس هي قطعية قطعية بس لماذا؟ لترميم الجزء الجزء نعم نعم بحسب نولدك لأنه نولدك طرح هذه الفرضية ولكن لم يعطي هذا الجزء اللي هو سقط لم يعطينا كيف يمكن أن نبنيه في هذه الآية وأنا تعمت أن أقسم الآية لجزءين نظرا لطول الآية قسمتها زي؟ قسمتها على أساس سبحان الذي أسرى بعباده ليلا بس هي بعباده بعباده هناك على فكرة أنه ممكن تتقرأ بحسب المخطوطات الأولى مثلا لو أخذناها كمخطوطة سمرقند أنه كلمة عباده عباده ممكن تكتب بدون آلف لأنه آلف المد لم يكن موجودا في ذلك العصر أو لم يكن يضاف في ذلك العصر فلو شفنا مثلا في صورة البقرة الآية 90 كلمة عباده مكتوبة بدون ألف مكتوبة عين نبرة دالها تبرهاني كده لسه؟ نشوفها على الشاشة فواضحة بكل وضوح أنه عباده مكتوبة مخطوطة إيه؟ مخطوطة سمرقند ما كانش فيه ألف مد ما كانش فيها ألف مد يعني ممكن إذا نطرح السؤال على شكل التالي أنا راح تماشى مع فرضيتك بأن الآية أصلية نعم وربما سقطت منها أجزاء وأنت قمت بطرح تخيلي للأجزاء المحتملة نعم فنحن الآن في النص لدينا ثلاثة مبهمات نعم إذا كانت آية أصلية وتلها محمد على مسامع الناس فماذا كان يقصد بعبدي أو عباده هذا السؤال الأول نعم وما هو المكان الذي كان يقصده بمسجد الحرام نعم إلى المسجد الأقصى يعني الآن إذا قدمت لنا إيجابة نعم بخصوص من هو العبد المحتمل نعم الأقل إيجابة افتراضية ولكن المسجد الحرام والمسجد الأقصى بصراحة نحن نحتاج إلى فهم أكثر نعم بالنسبة لو خدنا فرضية أنه في ألف يعني ألف المد غير موجود على إساس أنه تقرأ بعباده عباده اللي هم بني إسرائيل أنا بحط أنه بني إسرائيل هم المقصود بهم ها هنا لأسباب كثيرة حنذكرها كذلك هي في القرآن نفسه أنه عندنا على الأقل ثلاث آيات تتحدث عن هذا الإسراء إسراء البني إسرائيل مع موسى بأمر من الله فمثلا سورة طهى الآية 77 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر إلى آخر الآية دي الآية اللولة بتبين بكل وضوح بعبادي يعني كجمع كبني إسرائيل نعم ودي عبادي نعم عندنا سورة طهى عندنا سورة الشعراء اللي هي الآية 52 وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي واضحة الآية الثالثة في سورة الضخان كذلك تعطي حتى توقيت بتقول فتتحدث عن بني إسرائيل طبعا وعن موسى فتقول فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون فحتى كلمة ليل واضحة فعندنا ثلاث آيات تدعم فكرة عبادة بعباده لكن لو عايزين نعرف موسى إيه دخله في الموضوع حتى نحفظ عن الوقت نحن تجوز نصف الحلقة ففي الصراحة فرضيتك بأن عباده معززة في القرآن بمعنى أنت الغموض الأول أو العام الأول في السؤال يمكن أن أقول أنك خطط إيجابة مقنعة فإذا كملتنا لتساعدنا أن نفهم مسجد الحرام ومسجد الأقصى فنحن إذن اللغز الأول خلاص يعني تقريبا مقبول ولكن نحتاج نكمل العاملين الثانيين النقطتين الغامضتين نعم مسجد الحرام ومسجد الأقصى مسجد الحرام ومسجد الأقصى صراحة النظرية صارت متماسكة بالذات النص الأخير الذي بأسر بعبادي ليلا نعم فالأساز مالك هو ذكر ذكر موضوع أنه المكة لو الموضوع يعني مسجد الحرام يتعلق بمكة فمكة كانت مليئة بالأصنام 360 صنام لغاية فتح مكة وهو مكان غير مؤهل للقداسة فما هو هذا المكان الذي هو مقدس الذي بالنسبة ليهود من أقدس الأماكن عندنا نلاحظ في الآية نفسها أنه الذكر لمسجدين فقط المسجد الحرام والمسجد الأقصى والحديث بما أننا قلنا أن الحديث على بني إسرائيل فبالنسبة لبني إسرائيل شو هي هذه الأماكن اللي هي مقدسة فعلا عند بني إسرائيل عندنا مكانين فقط اللي هو أكتر قداسة عندنا جبل موسى أو جبل حريب هذا المكان اللي تجلى فيه الله واللي جاءت فيه الوصايا العشر واللي سجد بني إسرائيل إلى الله في هذا المكان في صفر الخروج واللأل باركنا حوله باركنا حوله في الآية اللي هي في صورة الإسراء لها دلالة لها دلالة في القرآن نفسه فلو خدنا مثلا هذا المكان هل هو فعلا مقدس مكان له حرمة لأنه مجد الحرام له حرمة فنرى مثلا في صورة طاها صورة طاها الآية 12 بتقول إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فبالتالي اخلع نعليك فمعناه أن هذا المكان مبارك مقدس له حرمة فبالتالي يعني قارن أولا بني إسرائيل يعترفون بجبل موسى ولا يعترفون بمكة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هذا المكان فعلا مقدس بحسب الموروط اليهودي والمسيحي وحتى القرآن نفسه بهذه الآية وفي عندنا آية أخرى أو آيات أخرى تدل على البركة على هذا المكان أنه مبارك مثلا في صورة القصص الآية 30 فلما آتاها نودية من الشاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة هو بيقول لك هذه البقعة مباركة لها بركة خاصة وهذا ما نجده في صورة الإسرائيل الآية الأولى الذي باركنا حوله يعني المكان له بركة خاصة بمنظور الآية صورة القصص وكذلك عندنا آية أخرى في صورة النمل في صورة النمل آية 8 بتقول فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها فهنا بركة واضحة خاصة لموضوع المسجد الحرام فالمسجد الحرام ليس هو المسجد الموجود في مكة لكن حضرتك بتقول أن المسجد الحرام هو القبل أو المكان اللي بارك لخص اللي سجد فيه بني إسرائيل ولكن الذي باركنا حوله نقصد فيه البركة إلى المسجد الأقصى المسجد الحرام لأنه ذكره جاء في الأول المسجد الحرام وهم الاثنين مباركين على فكرة هم الاثنين يعني البركة الذي باركنا حوله فتعود على المسجد الحرام البركة تعود على المسجد الحرام وإحنا أثبتنا أنه ما ينفعش المسجد الحرام اللي في مكة لأنه كان حواليه أصنام وهل الله يبارك أصنام بالضبط ممكن يقول لك مثلا في عهد موسى وهذه فرضية طبعا طيب تعتقد أن المسجد الحرام ربما جبل حريب نعم جبل حريب اللي هو جبل موسى نعم اللي بسموه طول المسجد الأقصى نعم المسجد الأقصى لا شك أنه هو جبل مريا اللي هو اللي تبنى عليه الهيكل المكان اللي هو رأى فيه مثلا يعقوب سلم لما كان نعمو قال هذا بيت إيل فالموضوع يظهر على أن هذا المكان كذلك له حرمة كذلك مقدس وبالنسبة لبني إسرائيل هو مكان مقدس فالمسجد الأقصى هي كناية على نعم لأنه بعيد عن المسجد الحرام لأنه فيه مسافة لأنه فعلا بني إسرائيل كان هدفهم لما بالخروج كان أول محطة لهوتية أو أول محطة مقدسة كان جبل حريب كان جبل حريب نعم وبعدين هم كانوا في اتجاه الأرض الموعودة اللي بيها جبل مريا الخيمة الاجتماع والهيكل نعم نعم هذا هو فجبل فالمسجد الأقصى هو المسجد البعيد وعلى فكرة ما ننساش أنه تجاه الصلاة في أول بدء الأمر كان نحيط المشرق كان نحيط الهيكل الهيكل اللي هو القدس فمعناها أنه فعلا هذا المكان يعتبر مكان مقدس حتى للمسلمين الأوائل أنه كانوا بيتجهوا في صلاتهم لهذا المكان فواضحة بكل وضوح أنه المكانين هو يتحدث عن جبل حريب وعن جبل المريا النصوص اللي أنت أوردتها في صورة القصص على سبيل المثال نعم تتحدث عن أن البقع المباركي نعم ولكن هنا يستخدم كلمة المسجد المسجد هل لدينا النصوص في القرآن تثبت بأن تم استخدام كلمة المسجد بأمكنه تتعلق بناس آخرين غير المسلمين يعني هل استخدمت المسجد على أهل الكتاب على المسيحيين أو عن إبراهيم أو عن موسى الإشكالي أنا أنا معك لابد الإشارة أن المسجد الحرام لابد أن الأرجح ليس هذا المسجد الذي نعرفه اليوم وليس المسجد الأقصى ولكن تسميت الآية في كلمة المسجد يضع هذا الإشكالية لو استخدم من البقع الحرام أو من المنطق الحرام إلى البقع المباركة أو إلى المباركة ولكن استخدامه للمسجد هو برأيي سبب نعم بجعل الآية في موقف ليس سهل إقناع المرأة بإستخدامها بخصوص ما كان مقدس عندها الكتاب نعم أوكي لو نحن نتكلم عن بني إسرائيل فواضح أن بني إسرائيل عندهم مكانين أكثر قداسة هم هذول المكانين هذه النقطة رقم واحد النقطة الثانية هو التفسير اللي جاءت للنص القرآني خصوصا في العصر العباسي من عهد أبو جعفر المنصور إلى غاية الأمين والمأمون وهارو الرشيد في هذه الفترة القرن الثاني الهجري بدأت التفاسيل طبري والقرطبي والغيرهم هم بدأوا يعطوا بعض التفاصيل هذه التفاصيل من بينها موضوع الحديث اللي بيقول أنه محمد دخل للمسجد المسجد الأقصى على أساس أنه يتهيأ للمرأة أنه مكان مبني وليس مكان مصلى لكن كلمة مسجد نفسها لو شفناها من ناحية الفيلولوجية هي هو مكان للسجود مكان للصلاة وحتى عند المسلمين لو خدنا مثلا لسال العرب من منظور ففي هذه الميزة أنه مكان الصلاة المسجد يسمى ليس بالضرورة يكون مبني حتى في صلاة العيد نحن عدنا في المغرب بيسموها المصلى المصلى هو عبارة عن مكان في الخلاة حسن الحكاية المصلية اللي بنفرشها عشان نصلى على اسمها مصلي فبالتالي كلمة مسجد حتى لو كان بالتعريف هو إشارة إحنا ما راح نأخذها من ناحية من ناحية الإسلامية على أساس المسجد كان مبني هو المكان اللي بيتسجد فيه وخصوصا أن الحديث لأن الصياق يتماشى صياق بداية صورة صورة بني إسرائيل كلها تتحدث عن بني إسرائيل أنا ليه رأي في الحتة دي أقل من ثلاث دقائق هقول كلمة واحدة ما ننساش أن محمد كان بيكلم العرب نعم باللغة بتاعتهم اللي يفهموها نعم هي دي النقطة بتاعتي لو في حاجة عندك تاني ما فضلش الذي يأتين لا فقط سؤال أخير نعم ننريه من آياتنا ماذا تتوقع الآيات التي تقصد الآيات الآيات التي رأى اللي نريه من آياتنا نعم هو بالنسبة للفكر الإسلامي أنه النبي محمد لما كان راكب على البراق يعني رأى بعض المعجزات وهذا طبعا ليس موجودا في النص القرآني وإنما هو الجهاد من المفسرين ومن أصحاب السير حتى لا نحكي عن عن السيرة النبوية والإشكالية لطرحها لكن ننظر للقرآن نفسه لما يتحدث عن موسى ما هي هذه الآيات اللي وراها الله لموسى كإدخال يده في جيبه وأخرجها بيضاء موضوع العصى تتحول إلى أفعى فهذا كمان يعني من المعجزات على الأقل عندنا معجزتين يتحدث عنها التوراة تتحدث عن هذه لنورية من آياتنا الآيات اللي شفها يأما ضربات وشق البحر يأما الوقت اللي هو كان موجود في البقعة المباركة لما قاله حط إيدك في جيبك وطلعها بيضاء وموضوع العصى فبكل وضوح بين طبعا في بعض الشهادات على أساس أنه الحديث يعني عن هذه الآية تتحدث عن يعقوب وعن أنه لما كان في بيت إيل ونامش وصعد هذه كلها على أساس التفاسير يعني كلها الشهادات على أساس التفاسير اللي جاءت في القرن الثاني الهجر أنا بشكرك جدا أخي محمد يعني أنت بتقول أن الآية دي مش مقحمة نعم بشكرك جدا أخي مالك مصممة على أنها مقحمة يعني أنا أصبحت أقل شكا أنا بشكرك جدا أخي مالك أخي مالك أنا بطلب أخواتنا المشاهدين بشكركم على مشاهدة هذه الحلقة بحطولنا على الفيسبوك إيه رأيكم في الحلقة إيه رأيكم في الأخ محمد ناخده معانا على طول طبعا أنا هديله 100% أنه يبقى معانا على طول في التيم بشكركم جزيلا نشوفكم في الحلقة القادمة من القرآن براسة وتحليل اشتركوا في القناة